يا عبادي ما أجيب كلما قال رسولي قوله نور وغادي واتباع لسبيري الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد فإن من هدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين سنة ثماني للهجرة بعد أن فتح الله سبحانه وتعالى على المسلمين يوم مكة قالت هوازن وثقيف لقد فرغ محمد لقتالنا فلنغزه قبل أن يغزونا وجهزوا جيشا عرم رم حشدوا له النساء والأطفال والأموال ليكون ذلك محفزا لهم على الثبات ثم اختاروا مكان المعركة وجهزوا وهيأوا أنفسهم وحفروا الكماء لملاقات المسلمين سمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل عبد الله ابن أبي حدرد الأسلمي ليقتص خبرهم فمكث بينهم يوما أو يومين ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما رأى لكنه قصر في جمع المعلومات فلم يأتيه بخبر الكماء التي كان لها أثرا سلبيا على سريان المعركة بعد ذلك ثم كان هناك نقص في عتاد المسلمين فاستعار رسول الله صلى الله عليه وسلم رماحا ودروعا من نوفل بن الحارث وصفوان بن أمية وكانا على الشرك يومها هذه الحادثة استدل بها بعض أهل العلم على جواز استعانة المسلم بالكافر على الكافر ضمن ضوابط شرعية وفقهية قال عنها أهل العلم في كتبهم لكن الظروف لم تكن مواتية ليكون النصر حليف المسلمين في بداية حنين وذلك لأسباب منها أولا العجب وهو الاغترار بالعدد فقد قال أحد الصحابة ممن أسلم يوم الفتح لن نغلب اليوم من قلة وهذا المشهد ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه فقال لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين نعم إنه الاغترار بالعدد والاغترار بالعدة ليفتك بالمجند وبالجندي أيما فتك فالاعتماد أولا وآخرا على الله سبحانه ثم من الأسباب هو خروج شباب يحملون الحماس والتسرع فقط لا يملكون سلاح ولا يملكون إعداد وهذا أمر نعاني منه اليوم الإعداد والبناء أمران مهمان قبل أي معركة لا بد أن يكون شباب قد تدربوا وقد أعدوا أنفسهم إعدادا إيمانيا وإعدادا عسكريا وإعدادا جسديا وأعدوا لهم ما استطعتم ثم إن مباغتة الأعداء للمسلمين ضربتهم في الخاصرة فرموهم بالنبال ففر بعض الصحابة ممن كان حول رسول الله لكن المعركة لم تنتهي بعد فكما أن هناك أسبابا للهزيمة هناك أسباب للنصر ولا بد للقائد أن يتكيف مع الظروف فقد ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الظرف الصعب وناد العباس وقال له نادي أصحاب السمرة ونادي أصحاب بيعة الرضوان فاعتمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في لملمة الجروح وثبات الصف على النواة الصلبة التي قام عليها الإسلام فتجمعوا حول رسول الله ثم أمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم حفنة من تراب وحصى ورمى بها الكفار وقال إن هزموا رب محمد إن هزموا رب محمد وبدأ يلحه بالدعاء على الله سبحانه وتعالى ويناجيه ويناديه لأنه يعلم أن النصر منه فأنزل الله سبحانه وتعالى جنوداً لم يروها وأنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وكان النصر حليفهم لا يمكن أيها الأحبة أن نمر على حنين دون أن نذكر دور المرأة في تحمل الرسالة أم سليم تلك المرأة التي ثبتت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآها رسول الله وبيدها خنجر فقال لما هذا الخنجر؟ قالت إن أتاني أحد من المشركين بقرت بطنه أيها الأحبة إن هذا الدين ليقوم على فئات المجتمع كافة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا عبادي ما أجيب كلما قال رسولي قوله نور وغادي قوله نور ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة